موسيقى ايه زيكم النهاردة هتكلم عن موضوع شائق شوي هو المراهقات وانا ما ربتش مراهقة لان انا عندي ولاد اولاد ولكن سبحان الله دايما كان في بيني وبين بنات صديقاتي صداقة بالنوع خاص وكانوا بيرتحوا لي وكانوا بيكلموني وطبعا انا زيكم عديت كمان بفترة المراهقة فاستجمعت شجعتي وابتديت افكر وكمان قريت كتب وحاجات وابتديت افكر في الكلام اللي كانوا بيقولوا البنات صديقاتي وانا نفسي في المرحلة داي وتوصلت لبعض النصايح او الملاحظات اللي عايزة اكلمكم فيه عنها ناس كتير بتعتبر ان اللي ربنا يرزقه بالبنات ده شخصة محظوظ جدا 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 وبتبقى البنات وهي صغنونة كده لطيفة وجميلة في البيت شكلها كيوت لطيفة بتتنطط صوتها حلو كلامها زي العسل كلامها زي السكر والاب خاصة الاب يربي بنته على انها اميرة وده شيء كويس شيء جميل خالص ان البنت تحس يعني حتى في القرآن اواما ينشأه في الحلية يعني في الحلاوة في النعومة في الحاجات اللطيفة في الاميرات وفستين الاميرات وفروزن وكل الحاجات الجميلة دي لكن في نهاية الامر احنا بنتعامل مع انسان احنا مش بنتعامل مع اميرة ورغبتنا مننا ندلع البنات للأسف احنا بنصطدم وهم كمان بيصطدموا لما تكبر وتلاقي ان الدنيا مش نعمة قوي زي ما بابا وماما كانوا مصورين لي ان الدنيا مش لطيفة خالص كده ان هي عليها مسئوليات وحتى الاميرات احنا ما نعرفش فعلا الحياة اللي بتعيشها الاميرات شوفوا كده ودوروا على الانترنت الاميرات الحقيقية سيبكم من ديزني ولو ان حتى ديزني كمان الاميرات فيه كانت بتشتغل سندريلا كانت بتشتغل وكانت مستحملة مراد باباها واخوتها البنات من مراد باباها مين تاني فروزن فروزن كانت شايلة هم مملكة كاملة وبتفكر ما كانتش حياتها وكانت كمان بتعاني من لعنة شخصية عليها هي مين تاني الامير اللي هي الجميلة والوحش كل الافلام دي احنا ما بناخدش منها غير الشكل الجلامرس الفساتين الحاجات دي لكن ما بنتكلمش مع البنات على المعاناة والصعوبات اللي بتعاني اللي عانت منها اميرات ديزني دول وده بينعكس برضو على الواقع والحقيقة تلاقي البنت لغاية مرحلة مثلا عشرة حداشر سنة الام بتعملها لانها الطفلة الجميلة الحلوة مفيش مسئوليات مفيش عملي سريرك مفيش عملي كذا مفيش زوي كذا وفجأة لما تجبر يعني تفاجأ ان الام عايزها تشتغل معاها في البيت عايزها تعمل حاجة عايزها تزوي حاجة والبنت اللي عندها الرغبة ولا عندها المهارة انها تعمل الحاجات دي وبعد ما كان معليهاش مسئوليات خالص 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 فجأة بقى عليها مسئوليات ومطلوب منها تعمل حاجات ولو فيه كمان ولد معاها في البيت اخ او اخوات ولاد وبنات ممكن تلاقي الامهات بتحط حمل شوية على البنات اكتر من الولاد ودي حتى الناس المادرن والمتفتحة والكلام ده بنعملها بشكل لا واعي عشان ظروف المجتمع اللي احنا اتربينا فيه فحلوة ان احنا نعامل بناتنا على انهم اميرات وده مهم جدا 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 وهتكلم عنها في النقطة اللي بعد كده لكن لازم نتعامل معاها على انها انسان انسان ليها مشاعرها وليها مشاكلها وليها صفاتها اللي مهما عملنا مش هنقدر نغيرها وكمان عليها مسئوليات فلازم نتعامل مع هذا الكائن بشكل متكامل بشكل كولكتف ان هي ازخول بشكل متكامل بتحس بايه بتشعر بايه ايه الافكار اللي في دماغها ايه الحاجات اللي بتجيلها من بره من التلفزيون من الصديقات من الاصحاب وما نحطهاش في قالب البنت اللي هي لازم تبقى دلوع ولطيفة وحاضر يا ماما والكلام ده هي انسان تاني نقطة بقى ان في المرحلة دي في مرحلة المراقة سواء عند الولاد او عند البنات بتبتدي تتكون ثقتهم بنفسهم وللأسف احنا كابهات وامهات لينا دور كبير قوي 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 في زعزعة ثقة اولادنا وبناتنا في نفسهم نوعية المديح اللي بنقوله له تلاقي الام ما هو اصل انتي لو بتحبيني فعلا كنت عملتي كذا وكذا وكذا اول حاجة بنعلمهم ان الحب مشروط انا بحبك عشان بتعمل كذا انا بحبك عشان بتقوليه دي كذا او بتعمليه دي كذا في شرط للحب الحب لازم ييجي من غير شرط ايه بقى اللي ييجي بالشرط الحقوق والواجبات عايزة تغذي حقوقك يبقى تعملي الواجبات اللي عليك وهنا نقطة مهمة جدا ان الواجبات اللي على بناتنا تتناسب مع سنهم والمجتمع اللي هم عايشين فيه يعني مثلا انا افتكر موقف صعب جدا 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 عمري ما هنساه والغاية دلوقتي بيضايقني جدا انه انا عندي 11 سنة ماما كانت بتخليني اغسل الكوافيل بتاعت اخويا الصغير الموقف ده انا شايفة انه صعب جدا يمكن هي كانت بتعمل كده وهي صغيرة في نفس سني ومامتها كانت بتخليها تغسل الكوافيل اخواتها صغيرين لان جدتي كان عندها اولاد كتير كان عندها سبع اولاد واول تلات بنات جابتهم بنات كبار فكانت بتلقي جزء كبير قوي من المسئولية على البنات اللي هي ماما وخلاتي الاثنين اللي بعد كده دول صغيرين فماما حابت تعمل نفس الموضوع معي الموضوع ده لغاية النهار ده مقزمني جدا لان 11 سنة مش ما ينفعش ان انا اتعامل مع كوافيل ومع طفل بيعيط والكلام ده خصوصا ان احنا ما كناش سبع اخوات يعني فماما ما كانتش انا شايفة ان ما كانش من حقها في الوقت ده وان هي تديني تاسك اكبر بكتير قوي من السن اللي انا كنت فيه لكن كان ممكن تديني تاسك تانية ومعولة وفعلا كانت بتديها لي زي ان انا مثلا افرش السراير زي ان انا اكنس الارض المواعين بدعايتنا كانت صعبة ومهارتي كانت محدودة فغسل المواعين ده وكان بالنسبة لي معساة عشان ايانا كده لغاية دلوقتي ما عنديش اي حاجة اسمها حل الالمونيا والكلام ده ولا عمري فحياتي جبتهم ولما تجوزت كانت ماما جايباني تلات طوط بحل الالمونيا اشكال مختلفة واللي بايدين واللي من غير ايدين قلت لها كل دول يطلعوا الواجه الله تعالى يجوزوا تلات بنات لكن انا ملكيش دعوة بانا هاتبخ في ايه او هعمل في ايه وجبت حاجات ما ينفعش استخدم معاها سلك الالمونيا فلازم نفكر انا بحكي ليه القصص دي زي ما قلت لكم انا ما عنديش بنت فانا هستخدم تجربتي انا كمراهقة والملاحظات اللي انا شفتها من البنات حوالي والبنات اللي هما الصحبوا علي وبقوا بيكلموني فلما نحدد المهام اللي نوكلها لبناتنا ده مهم جدا جدا لانه كمان بيساهم في ثقاتهم في نفسهم فلازم نديهم مهام ومسئوليات مناسبة للمرحلة العمرية اللي هما فيها وما ينفعش ان البنت تتحمل مسئولية بيت مدام لسه في بيت باباها مش هي اللي مسئولة عن البيت الام هي اللي مسئولة عن البيت والبنت يبقى دورها دور مساعد تعمل حاجات الا مثلا لو حصل ان الام مريضة ده قوي بتعبان ولو ان ده برضو هيبقى عبء كبير قوي على بنات عندهم 16 و17 سنة نرجع للثقة بالنفس الحب ما يبقاش مشروط ما ما يبقاش انا بحبك عشان بتعمليلي كذا انا بحبك عشان بتتصرفي بالشكل الفلاني كده هتتعلم ان قدرها بالنسبة اللي بنقوله للبنات لو قبلت مشكلة تاني عكس انا المرة دي ما نجحتش في الموضوع ده بكرة حبق احسن وبكرة هحاول تاني وبعده هحاول تالت فدي مهارات فكل ما تبقى في مهارة معينة بتعملها برافو عليك شغل حلو قوي شغل حلو قوي مش اوه برافو ده انت زكية انت هايلة ده انت تلقاطيها كده او مثلا وهي قاعدة عمالة بتذاكر واو بتذاكرتي في ربع ساعة ده انت زكية لا او ايه الجمال ده ايه الحلاوة دي ايه المش عارف ايه طب النهار ده هي بنت صغيرة وجميلة وحلوة بعد كده هتكبر بعد كده هتبقى في الاربعين قدي وتبتدي بقى رجلين الغراب تطلع هنا والتلت سبعات تمانيات والتلت وحي دي طلعوا هنا وتبتدي علاقتها كمان بجمالها الله ده كانوا بيمدحوني على جمالي وحلوتي وانا صغيرة طيب نمدح ايه بقى حلوة التسريحة دي لايق عليك الالوان دي حلوة قوي انت وفقتي الالوان دي ازاي لكن ما نمدحش ونقول الله انت يعنيكي حلوة اول ما هتطلع لها هلات تحت عينيها هتزعل قوي وحتتدايق قوي وكمان ما نقارنش بينها وبين حد تاني انا للأسف عنيت معاناة شديدة جدا جدا لانا الستات كانوا كتير قوي فعلتي فكان عندي مامهات كتير قوي وقدمة ده تجربة حلوة قوي وتجربة برضو وحشة قوي لان دايما كان فيه مقارنات لما تبقى فيه ستة في العيلة عم خالة وبتحب بنت مثلا بتحب في بنت حاجة معينة شوفي شوفي فلانة الفلانية شطورة لهلوبة مع مامتها بتمسح الشقة كل يوم ما انا فكر ايه بتمسح الشقة كل يوم ليه نمسح الشقة كل يوم اما الهقرأ امتا اما الهرسم امتا اما الهكتب امتا اما الهعمل اشغالي امتا اه لا ده مش صح انتو بتقارنوني بحد انا مقدرش بقى زي ومش عايزة بقى زي او مثلا شوفي فلانة الفلانية رفيوعة وسنبتيك ازاي طب انا مش رفيوعة ولا سنبتيك طب اعمل ايه او مثلا انا كانت عندي بقى عشان انا سمورة شوية وفي بناك كتير في العيلة بيض شوفي فلانة بياضها رائع ومش عارف ايه شوفي شعراء الاحمر الجميل الطويل وانا شعري اسود وسامرة وايه ده يعني انا مش حلوة يعني انا مش جميلة يعني انا مستحقش اني اتحب فطبعا خدوا بالكوا قوي من نواية المديح اللي بنقولها للبنات ومن المسئوليات اللي بنلقيها عليهم عشان دول ممكن يكونوا اسباب تتزعزع ثقتها في نفسها ولما البنت تتزعزع ثقتها في نفسها تعمل حاجة من اتنين يتبقى منكسرة وهي دي اللي هتطلع الزوجة المظلومة المهضومة حقها يعني هتبقى حياتها وحشة قوي يا اما تطلع المتحدية اللي جواها غضب اللي لما حد يكلمها تصده وحتى لو الحد ده باباها او مامتها او حد من الكبار فناخد بالنا موضوع الثقة بالنفس ده قوي تالت نقطة بقى ان في مرحلة المراقة من اول عشر احداشر سنة لغاية تمنتاشر وتسعتاشر سنة بيبقى فيه تغيرات هرمونية كبيرة جدا 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 في جسم البنت واحنا البنات والستات عندنا كزا نوع من الهرمونات والهرمونات بتأثر كتير جدا جدا على حياتنا وتفكيرنا طول حياتنا من اول ما بنتولد تخيلوا يعني ايه ده بس لا يعني ما فيش اعتراق ده هو احنا يعني هو احنا ربنا خلقنا كده وبعدين بعد ما كانت البنوتة اللطيفة اللي بتتنطط اللي ما فيش اي مشاكل فجأة جسمها بيتغير فجأة بتجي لها بيريود وتبتدي تتعامل مع ال بيريود وقلام ومغص ودم وتبقى مش عارفة تلبس ايه ولو حصل لها مشاكل ان مثلا هدومها بقعت او حاجة زي كده والاحراج والكلام دو ويبتدي بس نسدراها ايه كبر ويبتدي وجعها وتبتدي تحس بحاجات غريبة كده فالفترة دي تربلنت وللاسف في مجتمعاتنا ما بناخدش الامور دي على انها شيء عادي انا ولادي تربوا في كندا فكانوا بياخدوا الهيلث بروجرام بتاع كندا في المراحل العمرية المختلفة وكانوا بيدرسوهم ولاد وبنات عن الاجهزة الجهاز التناسلي بتاعهم وبيشوفوا الحاجات دي سواء ولاد او بنات وبيعرفوا عن البيريود والحاجات دي وبيتعلموا ازاي يتعاملوا مع الحاجات دي والحاجات دي كانت بتتقلل البنات والولاد سواء ما يخص الولاد او ما يخص البنات وكانوا بيتعاملوا معها على انها ساينس على انها علم والناس المدرسين اللي بيدرسوا المناهج دي قادرين على انهم يثبطوا ويحكموا الكلاس اطبعا بيبقى فيه شوية ضحك وكلام زي دوة بس في النهاية ده بالنسبة لهم ساينس علم احنا عندنا بقى في مجتمعاتنا ما بين قلة الادب وما بين العيب وما دان مش عارف ايه يعني ودايما البنت بتحمل بمسئولية غريبة جدا يعني لان الحاجات دي عندنا اللي هي بيقال عليها تابو من المحذورات اللي الكلام فيها قلة ادب اللي التعامل معاها حاجة مش صريفة ولا البنات فاهمين يتعاملوا مع الموضوع ده ازاي ولا الجنس الاخر كمان الولاد اخوتها وباباها يتعاملوا مع الموضوع ده ازاي فمهمة قوي ان احنا نفكر في البنات في الفترة دي واللي بيمروا بيه نفسيا وكمان في الفترة دي كمان بيبتدي احساسها بانستها يزيد انا فاكرة وانا عندي عشر سنين ابتديت ارسم البنات والستات ليهم كيرف فالمدرسة بتاعتي بصت كده كان اسمها مسامية واحدت تضحك فبتقولي ايه اللي انت عاملا ده ليه كده دي كده فبقول لها كل البنات والستات اللي انا بشوفها كل الستات اللي انا بشوفها عندهم كده ماما حضرتك فقعدت تضحك وقالتلي اه فعلا جسم البنات والستات شكله مختلف عن جسم الرجالة وانتي لاحزتي ده ورسمتيه وانا كنت في ربع ابتدائي لازم لازم ناخد بالنا من احنا بنتعامل مع الحاجات دي زي عشان لما تجبر ما يبقاش عندها عقدة ما يبقاش عندها حاجة مشكلة ما بينها وبين جزها ما هو لما نتعامل مع الامور دي على انها قلة ادب وحاجات وحشة ومش عارف ايه والكلام ده وبدون ما ناخدها كده ونهديها ونقولها تعالي الامر واحد اتنين تلاتة اربعة بهدوء وفيه وقت معين هيبقى الاصلح والانسب والاحسن انك تبقي امورة وشيك وحلوة وتلبسي حاجات فيها انوسة والكلام ده وتتصرفي وانوسة وتتصرفي ف احنا عايزنا تتعامل على انها عسكري برا وجوه وفجأة لما تتجوز نبقى عايزنا بقى تبقى البنوطة الدلوح وكمان لو تربط على انها عسكري تبتدي بقى تبقى يعني تتعامل مع الناس فيبقوا اللي حواليها شايفينها انها مسترجلة انها كذا انها كذا فما تجذبش انظار الخطاب وممكن بسا ما تعملش علاقة حب جميلة زي ما صاحبتها عملت او زي ما جارتها عملت او زي ما بنت خلها عملت وكلام ده فتبتدي يبقى فيه لخبطة ومش عارفة فلازم يبقى فيه صحبية جمدة قوي عشان نقدر نكلمها على جسمها ومشاعرها وهرموناتها واللخبطة اللي بتحصل في الفترة دي ومع لخبطة الهرمونات في الفترة دي ممكن تيجي سلوكيات غير مسؤولة انها مثلا تكلم ولاد في المدرسة او الموضية مش موضية ولاده بس او انها تبقى صديقة مش مخلصة او تبقى من البنات اللي يعني عارفين نوعية البنات اللي كانوا بيقابلونا في المدرسة اللي بيتريعوا علينا اللي هما بيسموهم البولي المتنمرين وتنمر البنات بقى مختلف عن تنمر الولاد تنمر الولاد اجراسيف في ضربه وخبطه ورقعه كلام ده تنمر البنات باسيف اجراسيف في نضغيز واحدة انها تلم ساحبتها ويهجموا البنت دي انها تحسس انها وحشة شكلا او انها ضعيفة او انها معدار شخصية المشكلة ان كمان اللي بتعاني منه برا البيت المدرسة وتنمر البنات والولاد على بعض وعلاقتهم مع بعض وفي الدرس مثلا بنت اشتر من التانية ويبقى فيه مقارنات والمدرس ممكن يقول كلمة غبية لانهم ولا تربويين ولا حاجة ولا بيفهموا في البطيخ وتبقى بتحارب على جبهتين برا وجوه وفي الفترة دي كمان قراراتها مش متزنة لان هي لسه لها على فكرة ما كبرش البنات ما بتكبرش اول ما بيجي لهم البيريود الدورة الشهرية لا البنات بتاخد فترة زي الولاد ان مخها يكمل نمو لسه بتبقى عائلة وده فكرني يمكن بقصة قصيرة كتبتها من فترة كبيرة قوي وفازت كمان على مستوى الجامعة يعني حابة احطها اسجلها بصوتي وحطها لكم كاسماء امام الفرن وبتكلم على بنت صغيرة فلاحة وتجاوزت وهي صغيرة فالمشكلة ان هي لسه نموها مش مكتمل لا جسديا ولا عقليا فممكن تحصل تصرفات غير مسئولة نعمل ايه؟ المصاحبة مع البنات والكلام الصريح بدون على فكرة فيه مهم جدا نقطة في موضوع المصاحبة ده انت عمرك الام بقى عمرك ما هتبقي صاحبة بنتك مية في المية لانك لانت في سنها ولانت في ظروفها ولانت عايشة الحياة اللي هي عايشها وما ينفعش ما ينفعش انك تتنازلي عن دورك كام عشان تبقي صاحبة لازم تبقي ام صاحبة لاثنين مع بعض دورك كام اللي يضمن لك الاحترام والمسافة النفسية اللي تخليكي تدي اوامر او تدي طلبات او تتدخلي في الوقت المناسب عشان تقيمي سلوك وتقومي تقيمي وتقومي لكن في نفس الوقت لازم يكون فيه هذا القرب النفسي ان البنت تصرحك وتتكلم معاك وتبقى متطمنة ودي ثقة بقى لازم نبنيها ما ينفعش تكذبي على بنتك وتكتشف انه انتي كذبتي عليها وتتوقع انها هتسق فيك او انها هتحكي لك حاجة او انها هتقول لك حاجة ما ينفعش ما ينفعش تفتشي سرها وتقولي سر او حاجة عنها وعايزها تتعامل معاك بثقة شوفي ايه تصرفاتك اللي بتهز سقة بنتك فيك وبتزعزع سقة بنتك فيك كمان نوعية النصايح احنا بنيدي نصايح انا حتى بعاني منها بالنسبة لولادي اللي هم الصوبيان بيجولي وبيكلموني وبيحكولي على كل حاجة وبديهم نصايح النصايح احيانا ما بتكونش مناسبة للموقف اللي هم فيه او ان انا جاية من جيل مختلف فمش شايفة الامور زي ما هم شايفانا او شايفة الامور بشكل هم مش شايفينه عشان عامل الخبرة فرق الخبرة فلازم هنا لما نتكلم معاهم ما نقولهمش دي نصيحة ولازم تنفذوها لا تعالوا نفكر سوا تعالي نفكر سوا في المشكلة دي ونعمل سيناريوهات ونتكلم على النصايح دي على انها سيناريوهات وابشنز اختيارات طب ما يمكن لو رديتي على البنت دي اللي بتضيقك بالشكل الفلاني هتقولك لا يا ماما اصلها بتعمل كذا وكذا وكذا طب ما تعملي معاها كذا وما تعملي معاها كذا ويبقى فيه نقاش وحوار بحيث ان البنت لما تتوصل لقرار يبقى قرار نابع من جواها او هي حاسة انه نابع من جواها وده اسمه المنتورينج او الارشاد ان انا ما بخدهاش من ايدها احطها على اول الطريق لا انا بشاور لها على الطريق وهي اللي بتتمشي وتمشي الطريق فمهمة اوي 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 ان في الفترة دي عشان نقوم القرارات الرعناء والتصرفات الغير مسؤولة ان احنا نبني الثقة وبناء الثقة كمان في ان احنا كمان نقول لهم ما ينفعش ان احنا نتظاهر ان احنا ان احنا كل حاجة فينا كات بيرفكت ودي حاجة يمكن بحسها كتير اوي في الامهات والاباء ان احنا بنحاول نتظاهر قدام ولادنا ان احنا لما كنا قدهم كنا بيرفكت انا بقول لولادي علمت حناية اللي جبت فيها درجات وحشة وعلى المواقف الوحشة اللي انا عملتها وبتعامل مع المواقف دي مش انها حاجة بحطها كده في الجنب انا او خجلانة منها او اي حاجة لا ده جزء من تجربة حياتي انا كمان كنت اقدكم كنت في المرحلة دي وتعرضت للحاجات اللي انتو بتتعرضوا ليها ولكن نحاول ان احنا ما نظهرش قدامهم بمظهر الكمال لان كده يا اما هنحسسهم ان دي حاجة هما بعيدة او يعانها فيا يقاسوا مش عارفين نوصل للكمال اللي بابا وماما كانوا فيه يا اما بقى وده الاهم مش هيسقوا فينا اسق فيكي ليه وانتي ممرتيش باللي انا مريت به اسق في رأيك ليه ما انت بتقوليه عن غير تجربة فمهمة قوي ان احنا نشوف نوعية الكلام اللي بنتكلمها مع ولادنا وازاي بنناقش مع بعض الامور ونفصص الامور حتى حتى سادس نقطة هي الاهتمامات بنتنا ليها اهتمامات مختلفة وممكن نيبقى اختين او تلاتة او اربعة في نفس البيت كل واحدة ليها اهتمامات مختلفة ودي حاجة يمكن اتعلمتها من حماية الله يرحمه كان بيشوف كل ولد وكل بنت من ولاده مهتمين بايه وبيشاركهم هذا الاهتمام فيه برضو ابو صديقة من صديقاتي والصديقتي دي هم اربع بنات ومعندهمش اخوات ولاد باباهم لما كان بيشوف بنت بتحب القراية كان يجيب لها الكتب ويودي نقشها في الكتب بنت بتحب الرسم كان بيشوف الرسم بتاعها ويتكلموا عن الفن والخطوط والفرش وانواع الفرش والكلام دو بنت تانية كانت بتحب الاكل والطبخ والكلام دو البنت الرابعة مش فاكرة كانت بتحب ايه بس يعني الخلاصة هنا ان صاحبتي بتقولي بابا كان عارف كل واحدة فينا بتحب ايه وبيعملوا معها فمهمة قوي 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 ان احنا نعرف بناتنا بيحبوا ايه وبيهتموا بايه ونعملوا معاها النقطة الستة بقى من نقطة مهمة جدا لازم نتعامل مع البنت المراحقة دي ان هي لها شخصيتها هي مش نسخة منك والشخصيات انا اتكلمت قبل كده كتير على انواع الشخصيات واستخدمت تحليل اسمه وده يمكن انا اتكلمت عنه في الكتاب بتاعي طفولة بلا زوابع في ناس بتحب تنظم كل حاجة وتعمل جداول وتجدول كل حاجة وتنظم كل حاجة وفي ناس لأ بتحب كده تتعامل مع الامور في اطار احدى شوية ومن غير النظام ومن غير ما بيعرفوش يعملوا الكلام ده فلما تبق مثلا الام انتروفرت انتواقية بتحبش تكلم الناس والبنت صاخبة وبتحب تكلم الناس وتروح وتجري وتعمل الام بتشوف ان البنت فيها حاجة غلط ايه البنت دي فيه ايه عايزة تروح تكلم الناس عايزة تتنطط بتتشاءة زي الولاد عارفين كل دي احكام غلط بنصدرها على البنات عشان ما بنبقاش فاهمين شخصيتهم وفاكرين ان هما لازم يطلعوا بشكل معين وقالب معين وبنفتكر ان احنا لو ربناهم بشكل معين حتتغير شخصيتهم فيه جزء كبير قوي من الشخصية بنتولد بيه لدرجة ان دلوقتي فيه ابحاث بتقول ان شخصيتنا بتعتمد على جيناتنا وفعلا يعني تخيلوا كده مثلا ابن صديقتي اتولد بعد ما جده توفى صديقتي بتؤكد لي بتقول لي حنان نسخة من بابا بيقعد قعدة بابا بيتكلم كلام بابا نظرات بابا بتقول لي ما شافوش مهائي ما شافش جده ومع ذلك شخصية جده متجسدة فيه طبعا فيه ناس بتقول بقى ده ومش والروح ومش والروح والارواح القديمة بتريسايكل يعادة تدوير لا هو مش كده هي جينات الجينات يعني حاجة حاجة مذهلة مش بتتحكم في شكلنا بس ده بتتحكم في ايه نوعية الامراض اللي احنا عرضة لها في مخنا بيفكر ازاي شخصيتنا شكلها ايه بنتعامل مع الناس ازاي وتبصوا تلاقوا ان فيه مسلا جد او جد جد فاجه يقول لك ده بيتصرف زي فلان الفلاني جي منين ده في الجينات في الجينات فهي ليها شخصيتها وهي ليها تكوينها وانت ليكي شخصيتك وليه تكوينك واخوتها لو ليها اخوات بنات ليها شخصيتهم وليهم تكوينها وقريبك وبنت صاحبتك والكلام ده كله فالتعامل معاها على اساس شخصيتها اه انا مسلا عارفة ان ولد من ولادي ماينفعش يا جي اقول له تعالى دلوقتي ارمي لي مسان كيس الزبالة ماينفعش ليه بقى لانه مرتب يقومه بشكل معين ده جارجينج زي مرتب يقومه بشكل معين منظم يقومه بشكل معين لما جي اقول له قوم دلوقتي ارمي الزبالة عملت له انتروبشن في جدوله ماينفعش حبيبي عايزاك ترمي لي الزبالة امتى تقدر ترميها يروح باصس في جدوله طب يا ماما حاضر انا في ايدي حاجة ساعة واخلصها واقمر من الزبالة وفعلا بعد ساعة ابص لقيه بدون اي كلام جيه واخد وراح رمى الزبالة الاخ التاني بقى حبيبي عايزاك ترمي دي الزبالة طب يا ماما حاضر انا جاي وبص لقيه وهو جاي رايح المطبخ لا القطة فساب ساب المهمة اللي كان رايح يعملها وقادي يلعب مع القطة او هو ماشي لا الجيتار بتاعه فساب المهمة اللي كان رايح يعملها وراح للجيتار بتاعه او كذا او كذا او كذا ده ابني التاني قابل للتشتت لانه ما بيعملش خطة محكمة هيعمل ايه في اليوم زي ميجي فده كل شوية لازم افكره ولما اجي افكره اقول له معلش انا مدايقاك بس انا عارفة ان انت نسيت اعمل الزبالة الوقتي بنتنا نفس الحكاية يعني ما ينفعش اتعامل معها بحاجة مش في شخصيتها افهم شخصيتها هي الاول وبهدين اوفق تعاملي معها بناء على شخصيتها اخر نقطة يمكن انا اتكلمت عنها في وسط الكلام لكن انا عملت لها نقطة مخصوصة عشان افكركم بيها تاني ما تعقديش مقارنات بينها وبين حد تاني خليها تتنافس مع نفسها وخليها تحس ان انتي منتيش حسة ان في بنت تانية غيرها احسن منها مفروض بنتك تكون بالنسبالك احسن بنت لانها هدية من ربنا سبحانه وتعالى فلما تقرنيها بواحدة تانية اشتر منها احسن منها حتى ولو كانت اختعة انتي ليه مش زي اختك كان ليه صديقة من الصديقات بتقول لي حنان انا مشوفتش اختها بتقول لي حنان انتي شخصيتك زي اختي بالزبط انا طول الوقت كنت هادية وشبه كده منكسرة ومستكينة واختي كانت صخبة وجميلة ومزقططة وتتحك وتهزر وتعمل مليون حاجة وعندها مليون موهبة ومليون اهتمام ومليون هواية والكلام ده كله وكانت دايما تتخانق مع ماما دايما تتخانق مع ماما وكانت دايما تقول لها ما انتي ليه مش زي اختك فلان شوفتي هادية زي فكانت اختها تقول لا انا مش زي حد وكانت говорить وانا هاوا كده زي الكوبة دي عالفاك انا استأزنتها ان انا اقول القصة دي وانا هاوا زي الكوبة دي لا طبعا انت خليك انت مع كانت تقعد تعمل كحك وبيتيفور وحكا زي كده خليك انت كده في المطبخ بتاعك لكن انا عايز اتعلم رأس انا عايز اتعلم مش هعرف ايه انا عايز اتعلم ايه الام حطت ما بين الاختين حاجز وحاجز كبير قوي من هذه المقارنة لان الاخت الهادية اللطيفة دي كانت شايفة في اختها التانية فرص هي مش قادرة تعملها خايفة تعملها او ما عندهاش الشخصية اللي تمكنها انها تعملها بتقولي انتها الامر انا جاوزت وقعدت في البيت وخلفت العيال وخلص يعني هو ده وضع اختي تجاوزت وخلفت وكل حاجة بس اشتغلت وراحت وسفرت وجات فده دي حاسة ان دي عندها حاجة مش عندها ودي حاسة بالزعل عشان ما متها كل شوية تقارن بينها وبين اختها التانية وده بقى بيحصل بكافة الاشكال ما تقارنهاش بينك وبين نفسك وانت سوية عرفيها ان انت عديتي بالمرحلة دي وتقول انك متعطفة معها لكن ما تقولي الهاش ده وانا كنت قدك كنت سبنضى في البيت ده كله في نص الساعة ده انا وانا كنت قدك كنت بعمل كزا وكزا 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 ده انا لما كنت قدك كنت دي مقارنة شفتي جارتنا بنتها بتعمل كزا وكزا وكزا دي مقارنة شفتي اخوكي دي مقارنة عايزة تقرنيها قرنيها بينها وبين نفسها ازاي بقى اقول لكم محصل اولادنا مش وحشين طول الوقت اكيد فيه فترات عملوا حاجة كويسة والام والاب الاسكية يدوروا على الموقف الكويس اللي عملته البنت او عمله الابن ويخزنوا كده في مخوهم ويستدعوه لما يستدعي العمر فكرة فكرة من شهرين لما ساعتيني وخلصنا البيت وخلصنا البيت بسرعة والبيت بقى لاي وهادي وقعدنا انا قعد اعمل حاجات او اتفرج على حاجات وانتي قعدتي تعملي حاجات وتفرجي على حاجات شفتي لما تعاوننا كانت تعاون حلو ازاي او شفتي لما ذكرتي للمادة دية وبازلتي فيها مجهود اكبر جبتي درجة حلوة ازاي طبعا انتي تقداري تعملي ده في المواد التاني او شفتي مثلا لما لبستي الطقم بشكل معين شفتي كان شكلك لطيف ازاي وحلو ازاي فقدوا نفسكم فرصة ان انتو تشوفوا وولادكم بعين دانية وتشوفوهم وهم بيعملوا حاجة كويسة وهي دي المواقف اللي تستخدموها لما تيجوا تعملوا مقارنة طولت عليكم والفيديو كان طويل قوي بس انتو عارفين انا بقيت ما بحبش اقسم الفيديوهات بتاعتي ارجو ان الكلام اللي انا قلته النهاردة يكون كلام كويس ويا ريت تشوفوا كتابي طفولة بلا زوابع الكتاب حلو قوي 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 انا عملتي فيه بحس كبير ورغم ان هو يعني يواخد فترة الطفولة لكن انا واخدها لغاية مشارف المراهقة يعني حتى كمان اللي عندهم مراهقين برضو ممكن يستفيدوا جدا جدا من الكتاب ده انا هحط المعلومات معلومات الكتاب في وارجو ان الفيديو ده يكون بداية لعلاقة جميلة حلوة اوي مع بناتنا المراهقات اشوفكم الفيديو جاي